السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بيكم في فيديو جديد كل مشاهدين قناة تصنعيها بنفسك لتعليم الكروشي نهرده إن شاء الله هنتعلم مع بعض طريقة عمل شاي الكروشي المثلث بغرزة مميزة جدا جدا وإن شاء الله هتعجبكم وكمان هتبقى سهلة على المتدقين أحب أفكركم قبل ما نبدأ الفيديو لو دي أول مرة بتشوفوا القناة وعجبتكم فضلوا اشتركوا فعلا الجرس علشان دايما توصلكوا إشعارات بالفيديوهات الجديدة اللي بتنزل على القناة وإن شاء الله دايما تستفيدوا ده الخيط اللي أنا هستخدمه الفتلة اللي معايا دي فتلة متوسطة بس انتم ممكن تستخدموا خيوط أرفع من كده أو سميكة عن كده شوي لكن أفضل حاجة للغرزة دي هي الخيوط المتوسطة واسم الخيط ده إليز سيكرين بيبي لو حبيته تشتغلوا به هو مخصص لأعمال الشتاء بس هي الغرزة مفرغة فيعني تمشي للصيف تستخدموا الخيوط المناسبة للصيف وكمان الإبرة المناسبة لسمك الخيط معي هنا الإبرة بتاعتي رقم 4 مليمتر يدي الإبرة ويدي سمك الخيط عايزة كنت دلوقتي تنزلوا في التعليقات تكتبوا لي أنتم تتابعوني منين وأهلا وسهلا بيكم من كل مكان وكمان لو عجبتكم الفيديو أعملوا مشاركة ليه مع كل صحابكم وأكيد انزلوا وعملوا لايك وتعالوا نبدأ الطريقة أول حاجة هنبدأ شوالنا في الشايل من عند الرأس المسلس لحد القعدة لحد ما توصلوا المأس اللي أنتم عايزين نشتغل كده عقدة البداية وبعد كده هرتفع 1-2-3-4-5-6 الستة سلسلة دول أنا هقفلهم وكون منهم حلقة يعني هروح كده على السلسلة الأولى دخل بالإبرة واطلع من لفة الخيط واللفة التانية كده أنا قفلت حلقة مكونة من ستة سلسلة هقفل عليها بكمان سلسلة وهبتدي من هنا أشتغل بوف هرتفع ارتفاع البوف والمرة دي مش هنحسبها أنا هبتدي كده قعد 1-2-3-4 يعني على حسب سنك الخيط برضو 4 مرات كويس مع الخيط ده طلع من كل اللفات وهاقفل عليها بسلسلة فاصل 2 سلسلة وهرجع تاني جوا نفس الحلقة هرتفع كده مرة 2-3-4 4 مرات نفس الارتفاع نخرج من كل اللفات ونقفل عليها بسلسلة فاصل 1-2-3 وهرجع تاني أشتغل بوف هدخل هرتفع كده مرة 2-3-4 رقم 4 نخرج من كل اللفات من راحة كده ونقفل عليها بسلسلة وبعد كده هشتغل فاصل 2 سلسلة زي الاتنين سلسلة اللي أنا اشتغلتهم وهشتغل هنا البوف الأخيرة أول بوف طبعا بنشتغلها في السطر الارتفاع الأول بيبقى مش محسوب خط البداية كده مكملة واخد معي تحت الغرز لحد ما خلصت الخطوة الأولى وعلى فكرة ده سطر الأساس حلقة وارتفعت هنا البوف 2 سلسلة وكمان بوف فاصل 3 سلسلة واشتغلت البوف 2 سلسلة وكمان بوف ودي الخطوة الأولى للسطر الجديد هلف الشال وكل اللي هعمله هنا هتحرك بمنزلقة هنا في أول فراغ وهرجع تاني ارتفع والارتفاع ده مش هحسب وهشتغل 2 بوف زي اللي تحتهم كده مرة 2-3 كده 4 هطلع من كل اللفات واقفل عليها بسلسلة 2 سلسلة واشتغل كمان بوف في نفس الفراغ والخطوة دي هتبقى دايمن ثابتة معي في بداية ونهاية كل سطر نرتفع بالشكل ده نطلع من كل اللفات ونقفل عليها بسلسلة يدي كده 2 بوف بعد كده هرتفع 1-2-3 وهروح على الفراغ اللي بعده على طول اللي هو رقم 2 انا عندي 3 فراغات هاخد الخيط وارتفع هشتغل بوف بنفس الطريقة كل البوف اللي احنا بنشتغلها بنفس الحجم مش هنغيرها وده ارتفع نفس الارتفاع طبعا في كل البوف 2 سلسلة وهرجع تاني اشتغل كمان بوف انتو هتحتاجوا تقريبا للمقاس المتوسط من القرزة دي تحتاجوا تقريبا 6 شلات خيط 2 سلسلة وهرجع تاني اشتغل البوف التالتة في نفس الفراغ يعني انا اشتغلت 2 وده التالتة بنفس الطريقة ايدي كده رقم 4 هطلع من كل اللفات واقفل عليها بسلسلة يبقى انا كده في الفراغ رقم 2 اشتغلت 3 بوف مدقت ب2 و3 سلسلة في الفراغ التاني اشتغلت 3 بوف ما بين كل بوف والتانية 2 سلسلة هرجع تاني اشتغل 1-2-3 وهروح على الفراغ الاخير وهاشتغل فيه 2 بوف زي اللي كانوا معي في بداية السطر هادي كده رقم أربعة نخرج من كل اللفات والفاصل اتنين سلسلة يعني انتم ممكن لو الخيط أرفع من ده تخلوا اللفات تبقى خمسة بدل أربعة نخرج من كل اللفات ونقفل عليها بسلسلة يبقى كده السطر اللي فات سطر الأساس وده كمان سطر الأساس الغرزة هتبدأ من السطر اللي جاي اللي هو السطر رقم واحد نلف الشال لكل سطر جديد هلف الشال واتحرك بمنزلقة بالشكل ده في أول فراغ وهرتفع وهبتدي أعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة اطلع من كل اللفات ونقفل عليها بسلسلة فوصل اتنين سلسلة وهرجع تاني في نفس الفراغ اشتغل البفء التاني هطلع كده من كل اللفات واقفل عليها بسلسلة هدي كده اتنين بفء واحد اتنين تلاتة وبعد كده هروح هنا في الفراغ ده في بداية وفي نهاية كل سطر يبقى انا كده هنا اشتغلت اتنين بفء هنا في الفراغ هرتفع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة سبعة سلسلة وهلف الخيط وهروح على الفراغ التاني وهشتغل نفس الشكل ده اللي هو اتنين بفء ما بينهو اتنين سلسلة ايه دي كده المرة الربع اخرج من كل اللفات واقفل عليها بسلسلة وباشتغل الفاصل اتنين سلسلة وهرجع تاني في نفس الفراغ واشتغل كمان بفء اربع مرات بندخل ناخد الخيط ونرتفع نفس الارتفاع ودي كده الشكل ده السطر الاول من سطور التكرار يبقى انا اشتغلت اتنين بفء تلاتة سلسلة اتنين بفء بعد كده سبعة سلسلة اتنين بفء وهكمل زي ما بدأت السطر يعني هرتفع واحد اتنين تلاتة وهروح على اخر فراغ وهشتغل فيه اتنين بفء زي دول بنفس الطريقة كل مرة بنرتفع نشد الخيط كويس ونرجع لنفس الارتفاع ونقفل على البوف بسلسلة ننسل سلسلة فاصل وارجع تاني اشتغل البوف بنفس الطريقة يعني هي عايزة الجرزة بتاعت البوف احكم شوية على الخيط ودي كده شكل السطر خلصناه يبقى كده السطر ده هو السطر الاول من سطور التكرار اللي هو ده اللي فيه سبعة سلسلة يعني انا عندي السطر ده والسطر اللي بعده سطور الاساس بابدأ بيها لكن ده السطر الاول من سطور التكرار علشان برضو لما تحبوا ترجعوا لون كل الارقام فوق على شاشة ترجعوا بسولة تحرك بمنزلقة كده في اول فراغ وسريعا هبتدي ارتفع واشتغل بوف اتنين سلسلة بوف هنا في بداية السطر سريعا كده هكملهم وخلاص كده بدأت هنا السطر باثنين بوف هشتغل واحد اتنين تلاتة هلف الخيط وهروح على الاثنين بوف اللي بعدهم وهكرر عليهم برضو في الفراغ هشتغل اتنين بوف وعيز اقول لكم ان دي برضو هتبقى خطوة سبتة معنا في كل سطر في بدايته وفي نهايته علشان بس شوية كده نبقى نختصرها يعني اشتغلها وارجعلكو علشان ما تبقاش متكررة كتير معنا بس علشان ما نطولش وقت الفيديو دي كده البوف كل مرة بندخل ناخد الخيط ونرتفع اربع مرات ونقفل عليها بسلسلة يبقى كده الشكل ده شايفين هتلاقوه متكرر معنا وثابت على جانبين الشاكل اتنين بوف تلاتة سلسلة اتنين بوف هرتفع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وهروح على فراغ السبع سلسلة وهنا هبدأ شغل الاعمد اشتغل هنا عمود بلفة والعمود رقم اتنين بس اتنين عمود بلفة هرجع تاني واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وهروح على البوف دي طبعا بنفس الطريقة زي ما اشتغلت هنا في بداية السطر ايدي كده اول اتنين بوف اشتغلته شايفين كده الشكل زي دول مقابلين دي فبالتالي هرجع تاني اشتغل فاصل واحد اتنين تلاتة وهروح على اخر السطر هنا اتنين بوف هدخل في الفرق وهشتغل ايدي كده اتنين بوف اشتغلتهم وده شكل السطر لحد دلوقتي السطر رقم اتنين سطر رقم اتنين بعد سطرين الاساس هلف الشيل وهبتدي اتحرك بمنزلقة وسريعا كده هنا هشتغل اتنين بوف بسرعة كده اشتغلت اتنين بوف في بداية السطر ودي الشكل اشتغل الفاصل واحد اتنين تلاتة ودي خطوة سبت هلف الخيط وهنا في الفرق هشتغل اتنين بوف بنفس الطريقة سريعا كده خلصت الخطوة دي بيبقى شكله جميل قوي على الجانبين بعد كده هرتفع من هنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وهروح على قبل العمودين وبعد العمودين هلف الخيط وهدخل قبل العمودين تحت فرق الخمس سلاسل وهشتغل فيه عمود بلفة وكمان عمود بلفة يبقى كده اشتغلت اتنين عمود بلفة هرتفع واحد اتنين هرجع تاني ألف الخيط واروح بعد العمودين دول وهشتغل برضو اتنين عمود بلفة ايدي العمود التاني هرتفع خمسة زي دول ايدي خمسة سلسلة هلف الخيط وهنا في الفرق ده طبعا انا هكرر الخطوة دي زي ما بدأت السطر يعني اتنين بوف تلاتة سلسلة اتنين بوف اشتغل كده هنا اشتغلت كده البوف الاولى هرتفع واحد اتنين تلاتة وهشتغل بوف هنا في النهاية واشتغلت كده بوف ايدي اتنين بوف واثنين بوف ودي الشكل جميل جدا جدا يعني هو تزين رائع يعني لو مش عايزين تشتغلوا اضافات او شرشيب او الجرس بتاعت التزين اتحرك كده بمنزلقة وابتدي ارتفع سريعا بقى انا هخلص الخطوة دي على بعضها وارجعلك وارجعتلك وانا خلصت الخطوة دي اتنين بوف تلاتة سلسلة اتنين بوف هروح هنا على الاعمدة اللي انا اشتغلتها هرتفع الاول واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هلف الخيط وهروح هنا شايفين ادي الاعمدة في الفراغ الاول اللي هو قبل الاعمدة وهرتفع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة والعمود بلفة رقم ستة كله في نفس الفراغ ستة عمود بلفة اشتغلته تمام كده ستة بعد كده ارتفع اتنين سلسلة وهلف الخيط واروح على الفراغ الصغير اللي ما بين العمودين والعمودين اشتغل في برضو عمودين بلفة ادي كده عمودين بلفة فاصل اتنين سلسلة هلف الخيط وهعدي العمودين دول وهروح زي ما اشتغلت هنا ستة هرجع اكرر تاني واحد اتنين تلاتة ادي العمود بلفة رقم اربعة ادي كده رقم اربعة خمسة والعمود بلفة رقم ستة وبس كده وده الشكل الحد دلوقتي خمسة سلسلة ستة عمود وبنفس الطريقة طبعا هنهي الشغل ازاي ما بدأت السطر ارتفع من هنا خمسة سلسلة هلف الخيط واشتغل الخطوة دي كده برضو بسرعة ورجعتلكو كده انا كمان بدأت للسطر الجديد يعني انا هنا اللي انا اشتغلته انا كنت معاكو هنا في السطر ده قفلت هنا تنين بوف تلاتة سلسلة وبعد كده ارتفعت للسطر الجديد بنفس الطريقة زي ما ارتفعنا مع بعض دلوقتي نتحرج بمنزلقة ونبدأ بشغل نفس الخطوة في كل سطر كده ده السطر الرابع من سطور التكرار خلاص خلصناه هنبدأ في السطر الرقم خمسة والاخير هرتفع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هو الاخير بس لسه فيه شغلة طبعا في الجرزة هنا في اول فراغ هيقابلني هشتغل عمود بلفة والعمود بلفة رقم اتنين اتنين عمود بلفة بس لكن لسه هكمل هلف الخيط وهعدي هنا على الاعمدة دي على الاول هشتغل عمود وعلى العمود التاني من الستة هشتغل عمود ودي كده عمود رقم ثلاثة والعمود رقم اربعة يبقى انا اشتغلت اتنين في الفراغ واربعة فوق الاعمدة يبقى كده المجموع ستة عمود بلفة قمت بس لديك الأرقام ارتفع من هنا واحد اتنين وهلف الخيط وهروح على الفراغ على طول فراغ الاثنين سلسلة وهشتغل فيه اثنين عمود بلفة ونرجع اتنين نشتغل اتنين سلسلة واصل صغير ولف الخيط فراغ الاثنين سلسلة فراغ الاثنين سلسلة اتنين عمود بلفة هادي كده عمودين هرجع تاني ارتفع واحد اتنين وهادي كده الشكل هكرر الستة دول هنا طبعا انا دلوقتي شغال على مجموعة واحدة او واحدة واحدة او وردة واحدة بفوت العمود الاول والتاني وبروح على التالت والتزايد هيتم بمنتهى السهولة لكن سطور التكرار بتاعت المجموعة هي خمسة وهادي العمود بشتغل عليه كده يبقى انا اشتغلت اربعة هنا بشتغل رقم خمسة في الفراغ ورقم ستة وردو في الفراغ زي ما اشتغلت في بداية المجموعة او في بداية شكل الوردة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة مظبوط كده ودي كده الشكل والخمسة سلسلة دول هقفل برضو بيهم ودي شكل الاعمل عندي الاعمل ده ستة اتنين اتنين ستة تعالوا نقفل السطر هرتفع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هلف الخيط وهشتغل هنا اتنين بوف تلاتة سلسلة اتنين بوف وكما هبدأ للسطر الجديد وارجع لكم نبدأ السطر بتاعنا خلصت كده اشتغلت بوف ده السطر اللي احنا خلصناه خمسة سلسلة اتنين بوف تلاتة سلسلة اتنين بوف ودقة السطر الجديد بنفس البداية بتاعت كل سطر وهنا هبدأ تاني اكرر في السطور يعني السطور اللي عندنا تعالوا كده نرجعها قبل ما نكمل ده السطر الرقم واحد اللي اشتغلت فيه سبعة سلسلة ده رقم اتنين ده رقم تلاتة السطر الرقم اربعة والسطر الرقم خمسة والخمس سطور دول بنرجع تاني نكررهم طبعا يعني مع شغلنا على كل واحدة مفتوحة او كل مجموعة مفتوحة بنكمل شغل عليه يبقى ان دلوقتي هرجع كرر سبعة سلسلة السبعة سلسلة دول اساس لتكوين مجموعة جديدة هرتفع كده سبعة سلسلة وهلف الخيط وهبتدي اروح تحت اول فراغة او تحت السلاسل اللي هي كانت خمسة هنا وهشتغل هنا عمود بلفة والعمود رقم اتنين بعد كده هلف لفة على الابرة وهروح هنا على الست عمود دول هروح على العمود الاول واشتغل عمود حرك كده الاعمدة وعلى التاني هشتغل عمود او خلينا نعد من البداية كده اربعة ويدي رقم خمسة لان احنا عايزين نكملهم ستة ويدي العمود رقم ستة ايب انا كده اشتغلت ستة عمود اربعة فوق الاربعة واتنين في الفراغ قبلوه ستة عمود بلفة بعد كده هرتفع واحد اتنين وهلف الخيط وهروح على الفراغ اللي الجاي على طول اللي هو فراغ اللي اتنين سلسلة وهشتغل فيه اتنين عمود بلفة واحد اتنين ولسه هكمل انا هلف الخيط وهروح على العمودين اللي بعدهم وهشتغل عمود وعلى العمود اللي بعده هشتغل عمود بحيث ان انا بقى اشتغلت اربعة عمود بلفة اتنين فالفراغ واتنين فوق الاعمود بعد كده اتنين سلسلة وهروح هنا فوق العمودين فوق كل عمود هشتغل عمود يعني انتو تخيلوا شكل الوردة او المجموعة لجزئين يمين وشمال اللي اشتغلنا في الناحية اليمين بنقرره في الناحية الشمال ولكن بالعكس ايدي الاربعة والاربعة مقابلين لبعض بالشكل ده الغرزة سهلة اوي اوي بعد ما خلصت هنا الاربعة عمود هرتفع واحد اتنين وهلف الخيط ودي ستة عمود فوقت الاول والتاني واروح على رقم تلاتة اشتغل عمود وعلى العمود اللي بعده باشتغل عمود عايزين نكملهم ستة كده رقم تلاتة وهنا باشتغل رقم اربعة خمسة وستة باشتغلهم هنا في الفراغ زي بداية السطر ايدي كده العمود رقم ستة يبقى انا كده اشتغلت ستة عمود بلف ودي شكل الوردة او الوحدة او زي ما تسموه انا هنا اشتغلت سبعة سلسلة هرجع ثاني اكررهم واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة وهشتغل نفس الخطوة طبعا السبعة سلسلة دول اساس لتكوين مجموعات جديدة هشتغل هنا النهاية بتاعت كل سطر خلاص كده نهاية السطر وبدأت كمان للسطر الجديد بنفس الطريقة وده شكل السطر لحد دلوقتي عندي سبعة سلسلة كررتهم مرتين وهبتدي اشتغل عليهم زي ما اشتغلت على نفس الوحدة او المجموع اللي اشتغلنا مع بعض يعني السطر ده هكرره تاني انا كده خلاص بدأت السطر نفس البداية وده شكل السطور ارتفع من هنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هلف الخيط وهدخل هنا تحت فراغ السبعة سلسلة وهشتغل اتنين عمود بلف بنكرر السطر ده سطر التاني بعد ما خلصت العمود هنا هرجع تاني ارتفع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وعندي هنا الست عمود هفوتهم وهروح على طول يعني هفوت كل الاعمدة دي وهروح على فراغ الاتنين سلسلة وهشتغل في اتنين عمود بلفة وهكمل على الاربع عمدة في كل عمود هشتغل عمود لو مبتدئين لاحظوا ان احنا هنا بنفتح لمجموعات جديدة بنشتغلها وبنشتغل تقفيل على المجموعة الريدي مفتوحة عندنا اللي هي اللي انا بشتغل فيها دي في نفس السطر ببدأ مجموعة جديدة اللي هي العمودين دول اللي انا بدأت بيهم وشغالة على المجموعة المفتوحة عندنا اتنين عمود بعد كده خمسة سلسلة وستة عمود بلفة اتنين في الفراغ واربعة فوق العمود فاصل اتنين سلسلة وهرجع تاني اروح على الاربع عمدة دول زي ما اشتغلت في الجانب ده لو تخيلنا كده الشاي المقسوم لجزئين شمال ويمين ايدي العمود التاني كده تلاتة والعمود رقم اربعة هلف الخيط وهنا في الفراغ هشتغل عمودين كده رقم خمسة والعمود بلفة رقم ستة ايدي كده ستة مقابلين للستة العمودين دول طبعا هرجع كرارهم تاني نفس الشغل لانه هو نفس المجموعتين اللي احنا بنفتحهم جديد بارتفى خمسة سلسلة بفاوض الستة عمود دول خلاص كده انا هقفل السطر زي كل سطر ما بنقفله اتنين بف تلاتة سلسلة اتنين بف ويدي كده الشكل دايما كمان عايزاكوا ترجعوا للسطور اللي اشتغلتوها علشان تتأكدوا من شغلك هقفل السطر وكمان هبدأ للسطر الجديد وارجعلك خلاص كده قفلت هنا السطر ده السطر اللي احنا اشتغلناه اللي هو فيه عمودين كررتهم مرتين السطر ده هو اللي احنا هنكرره على نفس المجموعات المفتوحة انا قفلت السطر هنا وبدأت للسطر الجديد خطوة سهلة ومكررة كتير يدي كده السطر ده هو اللي هنكرره بدأت هنا بخمسة سلسلة نفس الطريقة بعد ما بدأت هنا السطر ارتفع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وهروح على الفراغ اللي قبل العمودين هلف الخيط كده بنفس الطريقة زي ما اشتغلت السطر ده قبل كده قبل العمودين هنا في الفراغ هشتغل عمودين يدي كده العمود الثاني اتنين سلسلة وهعدي العمودين دول وهروح على طول على الفراغ واشتغل فيه اتنين عمود بلفة يدي العمود الثاني نفس الشكل ده نفس شغل كل واحدة هكرره برجع ارتفع خمسة سلسلة وعندي هنا سلتة عمود طبعا دي المجموعة المفتوحة فأنا بشتغل عليها هلف الخيط هفوت الاول والتاني واروح على العمود رقم 3 واشتغل عمود بلفة ويدي كده العمود بلفة رقم اتنين وكده رقم تلاتة والعمود بلفة رقم اربعة وبس كده نشتغل اربع عمود بلفة بس وبعد ما خلصت الاربع عمدة هشتغل في وصي صغير واحد اتنين وهرجع تاني ألف الخيط واروح على الستة عمدة وهبدأ هنا من الاول فوق العمود الاول بشتغل عمود وعلى العمود التاني كده رقم اتنين وكده رقم تلاتة والعمود بلفة رقم اربعة وبس كده اربع عمود بلفة بشتغلهم وبس يبق اخر عمودين زي ما في الناحية التانية سيبت اول عمودين ويدي شكل السطر كده من بدايته على الطرفين بفتح مجموعات وشغل هنا بقفل على المجموع برجع ارتفع خمسة سلسلة وهنا بنفس الطريقة زي ما اشتغلت هنا في بداية السطر اكرر نفس الشغل على الفراغ اللي قبل العمودين باشتغل العمودين ادي عمود والعمود التاني فوصل صغير اتنين سلسلة هرجع لف الخيط وعد العمودين واروح تحت الفراغ واشتغل اتنين عمود بلفة ويدي الشكل ده شكل السطر الحد دلوقتي هنهي السطر زي ما بدأته بارتفع خمسة سلسلة هلف الخيط وهنهي السطر هنا بنفس الطريقة اتنين بف تلاتة سلسلة اتنين بف وهبدأ للسطر الجديد ويدي شكل السطر الحد دلوقتي قبل ما سبكه وكمل سريعا كده هقفل السطر وابدأ للسطر الجديد وارجع لكم وخلاص كده انا هنا قفلت السطر وكمان بدأت للسطر الجديد يعني ده السطر настоящاك قفلته بدأت للسطر الجديد والسطر ده هيبقى تكرار يعني انا دلوقتي اشتغلت معاكم نوريكم كده ده السطر اللي احنا اشتغلناه اللي هو ده على مجمواتين دلوقتي انا اشتغل السطر ده ده السطر اللي هنكراره دلوقتي على نفس الشكل ده بنفس الطريقة زي ما اشتغلناه على المجمواتين دول وعلى المجموعة اللي في المنتصف هقفل أو يعني خلاص بنقفل المجموعة دي هرتفع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وهشتغل الستة اعمدة دول واتنين فاصل واتنين عمود همشي بنفس الطريقة يعني تحت الخمسة سلسلة ببتدي اشتغل واحد اتنين وكده العمود رقم تلاتة اربعة ودي كده رقم خمسة واخر حاجة العمود بلفة رقم ستة ستة عمود بلفة وبس فاصل صغير اتنين سلسلة هلف الخيط وهنا في الفراغ الصغير اللي ما بين العمودين والعمودين بشتغل اتنين عمود بلفة اتنين سلسلة وهرجع تاني ألف الخيط وهنا تحت الفراغ هكرر الستة عمود بلفة واحد هكملهم ستة ودي كده اللي عمودة عندي ستة عمود بلفة بنفس الشغل اللي احنا اشتغلناه هنا بنفس الطريقة على المجموعة او الوحدة المجموعة دي اللي في المنتصف خلاص بنقفلها باشتغل فاصل صغير اتنين سلسلة هلف الخيط هفوت الاول والتاني واروح على الرقم 3 هشتغل عمود وعلى العمود رقم 4 هشتغل عمود وبس انا عايز اشتغل عمودين بس فاصل اتنين سلسلة هلف الخيط وبرضه بنفس الطريقة على الاول من الاربعة هشتغل عمود وعلى التاني هشتغل عمود يبقى كده عمودين من سلسلة عمودين ودي كده الشكل من بداية السطر هرجع تاني أكرر نفس المجموعة اشتغل زي ما اشتغلت هنا على المجموعة اللي كانت في بداية السطر وارجعوا للشغل اللي انتم اشتغلتوا قبل كده يعني بصوا في المجموعة اللي تحت علشان يعني تبقى تأكيد على خطواتكم يعني هرجع اشتغل هنا ستة عمود بلفة نكملهم كده بسرعة وكده خلاص خلصت الاعمدة ستة عمود بلفة فواصل اتنين سلسلة هلف الخيط وهنا في الفراغ تعل اتنين سلسلة هشتغل اتنين عمود بلفة ادي العمود التاني فواصل اتنين سلسلة وهلف الخيط وهكرر هنا ستة عمود بلفة خلاص كده اشتغلت الستة عمود بلفة ودي الشكل نفس الشغل ده كررته تاني وده شكل السطور خلاص كده هنقفل السطر بنفس الطريقة ارتفع 1 2 3 4 5 وهشتغل هنا 2 باف 3 سلسلة 2 باف زي اللي كانوا في بداية السطر هنا قبل الخمسة سلسلة وكمان هبدأ للسطر الجديد وارجع لكم خلاص كده خلصت هنا السطر وبدأت للسطر الجديد والشغل اللي احنا اشتغلناه هنا هو نفسه السطر ده قررته بنفس الطريقة دلوقتي السطر ده هو اللي هنقرره دلوقتي على نفس الشغل اللي موجود قدامنا على المجموعتين دول وزي ما قلتلكم وانتو شغالين في المجموعتين اللي مفتوحين دول بوصل شغلكم في المجموعة اللي احنا اشتغلناها وقفلناها مع بعض هيسهل عليكم كتير ذكرتوا عن ان الفيديو قدامكم هترجعوا تاني لخطوات بس ان شاء الله الشغل كله هيبقى سهل بعد ما هنا بدأت السطر همشي تاني على نفس التكرار خلصت هنا البداية بتاعت السطر بارتفع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هلف الخيط وهنا في الفراج اللي قبل الستة عمود هشتغل اتنين عمود بلفة دي كده العمود التاني ولسه هكمل يعني انا هلف الخيط وهاخد من الستة دول اربعة كده واحد اتنين تلاتة ودي كده رقم اربعة يعني انا كملت المجموعة بتاعتي ستة بس يبقى اخر عمودين مش بشتغل فيهم في الستة اللي قدامي المهم ان احنا اشتغلنا ستة ازي ما اشتغلنا هنا في السطر ده بعد كده هشتغل اتنين واثنين همشي على نفس التكرار باشتغل اتنين سلسلة بالقف الخيط بروح على فراجل اتنين سلسلة باشتغل عمود والعمود التاني برجع تاني ارتفع اتنين سلسلة وبروح على فراجل اتنين سلسلة اللي بعده هنا باشتغل اتنين عمود بلفة ايدي العمود التاني هرتفع اتنين سلسلة وهروح على الستة دول هشتغل طبعا ستة عمود بس هنا أنا هفوت الأول والتاني واروح على رقم ثلاثة واشتغل عمود وعلى اللي بعده كده رقم اتنين وعلى العمود اللي بعده رقم ثلاثة وعلى العمود اللي بعده باشتغل العمود رقم أربعة وبكمل هنا في الفراغ العمود رقم خمسة ورقم ستة ايدي كده ستة عمود بلفة اشتغلنا خلصت كده شغلة على المجموعة دي نفس الشغلة ده عندنا الأعمدة ستة اتنين اتنين ستة وهروح على المجموعة دي اللي هي في المنتصف هبتدي أشتغل عليها هرتفع من هنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هلف الخيط وهروح بعد العمودين هنا بفراج الاتنين سلسلة هشتغل عمودين بلفة وبس هرجع تاني ارتفع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وهنا انا هتنقل خلاص للمجموعة التانية اللي معي في السطر نفس الشغلة ده هرجع اقرره بنفس الطريقة بدون اي تغيير يعني هبدأ شغلي بنفس الطريقة زي ما بدأت من بداية المجموعة هنا لنهايتها يعني هروح في الفراغ هنا لقبل الستة عمود بلفة وهشتغل فيه اتنين عمود بلفة ادي عمود والعمود التاني ولسه هكمل شغل الاعمد هروح للعمود اللي بعده كده رقم تلاتة اربعة وهدي كده رقم خمسة ورقم ستة ستة عمود بلفة اشتغلناه نرجع تانين اشتغل اتنين سلسلة فاصل وهلف الخيط في الفراغ ده اشتغل اتنين عمود واتنين عمود هادي عمود والتاني اتنين سلسلة وعلى الفراغ اللي بعده بعد العمودين هاشتغل اتنين عمود بلفة في الفراغ تمام كده برجع ارتفع اتنين سلسلة وهروح على ستة عمود فوت الاول والتاني وبروح على رقم تلاتة وبكمل الاعمدة ستة خلاص كده كملت الاعمدة هنا ستة ودي العدد ستة اتنين اتنين ستة نفس الشغل اللي اشتغلناه هنا على كل واحدة بنكرر نفس الشغل وخلاص كده هقفل السطر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هلف الخيط وهنا اشتغل اتنين بوف تلاتة سلسلة اتنين بوف هبدأ للسطر الجديد وارجعلكم ورجعتين كده بدأت هنا للسطر الجديد وهنا انا كملت سطور التكرار 5 بتاعت كل مجموعة لحد دلوقتي يعني من السطر الجديد هبدأ اكرر تاني مجموعات جديدة او هأسس لمجموعات جديدة من السطر ده اللي اشتغلنا فيه 7 سلسلة ده الاول والتاني والتالت الرابع رقم 5 خمس سطور هنرجع تاني نكررهم وهنفتح طبعا لمجموعات جديدة تعالوا نبدأ اول حاجة 7 سلسلة طبعا بنبدأ بيها بنفس الطريقة وهنشوف التزايد السطر ده هكرره بكل تفاصيله بنفس العدد 6 4 4 6 على كل مجموعة بعد ما بدأت السطر هرتفع 1 2 3 4 5 6 7 هلف الخيط وهنا هروح على ال انا بعد السبعة سلسلة اشتغلت 6 عمود هرجع كرر تاني هدخل هنا في الفراغ وهاشتغل 1 2 دول في الفراغ وهكمل هنا 6 فوق الاعمدة يبقى كده رقم 3 4 5 ودي رقم 6 6 عمود بلفة 6 اخر عمودين فاضين هرتفع 1 2 هلف الخيط وهنا في الفراغ تعل 2 سلسلة هشتغل عمود بلفة والعمود بلفة الثاني هروح على العمودين اللي بعدهم علشان اكمل طبعا الاعمدة 4 كده رقم 3 ورقم 4 كده انا اشتغلت 4 عمود بلفة هرجع تاني اشتغل فاصل 1 2 هلف الخيط واروح على ال 2 عمود دول في كل عمود هشتغل عمود كده 1 2 وفي الفراغ هشتغل 2 يعني المجموع عندي 4 عمود بلفة 4 واربعة مقابلين لبعض هشتغل ال 6 دول الاول باشتغل فاصل 2 سلسلة هلف الخيط فقط الاول والتاني واروح على رقم 3 هشتغل عمود وعلى العمود اللي بعده باشتغل عمود يعني بنكملهم 6 كده خلاص خلصت ال 6 عمدة ودي شكل المجموع نفس الشغل 6 4 4 6 عندي انا 6 4 4 ودي 6 كده شغلنا مظبوط على المجموع وتعالوا نكمل شغلنا في السطر انا طبعا بدأت السطر ده ب7 سلسلة قبل المجموع اللي هم دول هرجع تاني اقرارهم في المنتصف كاساس لمجموعة جديدة بارتفع 7 سلسلة بلف الخيط وباشتغل علاء الفراغ ده زي الناحية دي يعني هشتغل 2 عمود بلفة 1 2 وهكملهم طبعا 6 هاخد من الاعمدة دي 4 يبقى كده انا باشتغل رقم 3 4 وهدي رقم 5 والعمود بلفة رقم 6 هدي مجموعة الاعمدة عندي 6 2 في الفراغ و4 فوق العمود وهدي كده الشكل في منتصف السطر هكمل شغل علاء المجموعة اللي معي زي المجموعة اللي انا بدأت بيها السطر يعني دول الستة اشتغل 4 و4 زي ما اشتغلت هنا وهناكمل كده شغل علاء المجموعة بعد الاتنين سلسلة هروح هنا في الفراغ واشتغل اتنين عمود هدي العمود الثاني وعلى العمودين هشتغل عمودين عشان ابقى اشتغلتها 4 عمود بلفة هدي كده رقم 4 فاصل صغير اتنين سلسلة وهروح على العمودين اللي بعدهم هالف في الخيط هدي العمودين فوق كل عمود هشتغل عمود هدي العمود الثاني وفي الفراغ اللي بعدهم هشتغل عمودين ودي كده الشكل الحدد دلوقتي أكرر الستة واحد اتنين هلف الخيط أفوت الأول والتاني وارح لرقم تلاتة واكملهم ستة كملت الأعمدة ستة ودي الشكل ستة أربعة أربعة ستة ده عدد الأعمدة أو عدد تقسيمة الأعمدة في السطر ده سبع سلسلة دول اشتغلتهم مر ودي التانية في المنتصف والتالتة اشتغلها هنا في نهاية السطر برتفع واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة وخلاص كده هقفل هنا السطر اتنين بوف تلاتة سلسلة اتنين بوف وهبدأ للسطر الجديد وارجع لكم وارجعت لكم كده خلصت السطر وبدأت هنا للسطر الجديد نفس البداية ودي شكل السطر هأسس هنا لمجموعة وهنا التانية وهنا التالتة وهنا أنا هكرر السطر التاني من سطور التكرار اللي هو ده من الخمسة هكرره على المجموعات او على فراجات السبعة سلسلة والمجموعات دي نفس الشغل ده هكرره هنا وهنا يعني هبص للشغل اللي انا اشتغلته هرجع كرره على المجموعات اللي مفتوحة نبدأ كده السطر بتاعنا بعد خطوة البوف اللي هي تنين بوف تلاتة سلسلة اتنين بوف بارتفع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة بلف الخيط وهنا بفراغ السبعة سلاسل باشتغل اتنين عمود بلفة ادي العمود التاني ارجع تاني ارتفع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة بلف لفة على الابرة باروح هنا طبعا دول الستة عمود وده السطر اللي احنا هنكرره اللي هو السطر ده بس من الافضل ان احنا نبص في السطور دي اللي هي فيها تزايد المجموعات اللي هو برضو نبدأ من السطر اللي كان فيه السبعة سلسلة ده السطر اللي بعده ده اللي احنا مفروض هنشتغل يعني ده الشغل اللي احنا هنكرره على المجموع اللي قدامنا ايه دي العمودين اشتغلتهم والخمسة سلسلة وهكمل تكرار يعني أنا مفروضة كل اللي هاشتغلوا ستة وستة بعد الخمسة سلسلة هنا هلف الخيط هروح على طول على الفراغ ده هسيب الستة أعمد اشتغل عمود والعمود رقم اتنين وهكمل شغل هنا على الأربع عمود دول فكل عمود هاشتغل عمود وكده خلصت الستة أعمدة زي ما اشتغلت هنا زي الستة دول ونرجع تاني نشتغل الفوصل بتاعنا اتنين سلسلة وهلف الخيط واروح على الأربعة فكل عمود هاشتغل عمود هذي كده الأربعة وفي الفراغ بشتغل عمودين يبقى كده كملناهم ستة كده بقى عندي ستة وستة ودي المجموعة اللي أنا لسه ببدأ شغل فيها في بداية السطر وده فراغ سبعة سلسلة مهم جدا برضه النقط ركزه ازاي بتنقله من المجموعة للتانية برجع ارتفع خمسة سلسلة وبلف الخيط وهشتغل هنا اتنين عمود بلفة زي اللي أنا اشتغلتهم في بداية السطر خمسة سلسلة وهنا على المجموعة دي اشتغل عليها نفس الشغل اللي أنا اشتغلته على المجموعة اللي هي في بداية السطر يعني اشتغل ستة وستة بلف الخيط بفوت ستة عمود وبروح على الفراغ وباشتغل عمود والعمود التاني وبكمل طبعا الأعمدة هنا الأربعة دول باشتغل عليهم أربعة كده يبقى أنا عنتي ستة عمود بلفة متتالين فوصل اتنين سلسلة وهل في الخيط وعلى الأربعة هشتغل أربعة يعني نفس الشغل اللي اشتغلته على المجموعة اللي كانت معايا المجموعة اللي زي دي نشتغل كده أربعة ورقام خمسة وستة هشتغلهم هنا في الفراغ ودي كده شكل الشغل على المجموعة خلاص كده احنا هننهي السطر دي شكل السطر وهرتفع من هنا طبعا أنا خلاص خلاصت شغل علي المجموعة وهروح هنا على فراغ السبع سلاسل واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة هلف لفة وهروح هنا تحت فراغ السبع سلاسل وهشتغل اتنين عمود بلفة هرجع تاني زي ما بدأت هنا السطر بنفس الطريقة هشتغل هنا في النهاية واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة وهقفل السطر هنا اتنين بوف تلاتة سلسلة اتنين بوف يدي شكل السطر قبل ما سيبكو قبل ما اقفل السطر وارجعلكو يدي شكل السطر لحد دلوقتي شكل سهل جدا هكمل السطر وابدأ للسطر الجديد وارجع تلكو هنا كملت السطر وبدأت للسطر الجديد بنفس الطريقة ومن شايف تكرار السطور ده السطر خلاص اللي هو زي السطر اللي فيه العمودين ده زي السطر ده ودلوقتي انا هشتغل السطر ده التكرار السطر اللي عليه الدور وشغل المجمواتين دول زي ما اشتغلت هنا هكمل شغل عليهم بدون اي تغيير ارتفع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هلف الخيط ودي الفراغ قبل العمودين وبعد العمودين هشتغل هنا اتنين عمود بلفة فوصل اتنين سلسلة وهعدي العمودين دول وهروح على الفراغ واشتغل اتنين عمود بلفة ايدي العمود التاني نفس الشغل ده وبعد كده هشتغل الاعمودة اربعة واربعة على المجموعة اللي هم دول على المجموعة دي اللي انا شغال عليها واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هلف الخيط وعندي الستة عمودة بفوت الاول والتاني واروح على التالت وهشتغل اربعة عمود دي كده رقم اتنين رقم تلاتة والعمود بلفة رقم اربعة اربعة عمود بلفة فاصل اتنين سلسلة وفوق الاعمدة دي طبعا ستة هبتدي من عند الاول بحيس ان انا اشتغل اربعة عمود بلفة بس بعد ما كملت الاعمدة اربعة بس نبق اخر عمودين ودي الشكل ودي السطر من بدايته هنا في مجموعة جديدة زيها زي المجموعة اللي هنا اللي في بداية السطر نفس الشغل ارتفع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هلف الخيط وعندي الفراغ قبل العمودين وبعد العمودين هشتغل هنا اضبط بس كده الخيط هشتغل هنا اتنين عمود بلفة ايدي عمود والعمودة التاني فاصل اتنين سلسلة وهرجع تاني هفوت العمودين دول واروح على الفراغ اللي بعدهم واشتغل اتنين عمود بلفة ودي كده شكل السطر قبل ما نكمل دي مجموعة جديدة هكمل ارتفع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هروح هنا على الست عمود دول هشتغل عليهم اربعة واربعة سريعا كده خلصت الخطوة دي اشتغلت اربعة واربعة بعدهم بارتفع انا عندي مجموعة جديدة هنا في نهاية السطر اخر مجموعة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هلف الخيط وعندي قبل العمودين وبعد العمودين اشتغل نفس الشغل زي ما اشتغلت على المجموعة اللي كانت في بداية السطر وفي منتصف السطر هنا بعد العمودين باشتغل اتنين عمود بلفة في الفراغ اي دي اتنين عمود بلف زي هزي المجموعة دي وزي المجموعة دي اللي في بداية السطر وده شكل السطر اللي حد دلوقتي المجموعتين دول شغلهم طبعا واحد هرتفع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وهقفل السطر بنفس الطريقة زي نهاية كل سطر وكده خلاص تفاصيل الهورزة اكيد كلها وصلت لكم انا هسيبكم هرتفع شوية كده بالسطور وهرجع لكم هتمشوا برضو على نفس الخطوات زي ما اشتغلنا كده مع بعض هكمل شوية في السطور وارجع لكم وارجع تلكو هنا ارتفعت شوية بالسطور بقى معايا هنا تلات مجموعت مفتوحين وابتديت اأسس لأربع مجموعت زي ما انتو شايفين كده الشغل فمنتهى الرقة والبساطة ده اخر سطر انا نهيت عنده الغرزة دي يعني من الغرزة المظبوطة يعني السطور زي ما شايفين السطر مستقيم جدا مش هيحتاج بانكم مجود يعني انتو تظبطوا اخر سطر يتخلوه مستقيم بمجرد انتو بتوصلوا المقاس اللي انتو عايزين وبتشتغلوا سطر تقفيل عادي من الحشوة او العمدة ودي شكل بتشوفوا التقفيل اللي انتو عايزين تشتغلوه على الجانبين او لو عايزين تشتغلوا شكل التقفيل اللي موجود على الجانبين اللي موجود في صورة الفيديو هسيبلكو اللينك بتاع الفيديو ده تشتغلوا نفس شكل التازين على الجانبين بتوع الشال وانتهى البساطة والسهولة برضو مش هياخد وقت معاكم ان شاء الله يكون الفيديو ده عجبكم واكيد بشكركم على المشاهدة الحد بنتقبل في فيديو جديد هسيبكم في رعاية الله